المناكفات سياسية هناك الآن هجوم من قبل بعض النواب على سياسة السيد السوداني يعني مثلا خليني أقرأ لك هذه التغريدة يعني مثلا السيد باسم خشان كاتب تغريدة تيتي تيتي مثل ما راح الكاظمي اي جيتي يعني هنا نشي يقصد هل يقصد انه يشبه حكومة السيد الكاظمي حكومة السيد السوداني يعني اليوم ده نشوف بعض هجوم من قبل النواب المستقلين ليه شنو السبب شنو اللي صار طبعا لكل نائب رأيه وهذا رأيه محترم طالما هو نائب ويمكن هم نائب وهم مواطن ولكل مواطن ولكل نائب رأيه لكنه قد يختلف رأي المواطن عن رأيه نائب يعتبر رأيه النائب مسؤول ويخضع لا استنتاجات معينة وعندما نسمع من الأخ باسم لا يمكن أن نقيس كما نقيس على أي صحفي أو أي مواطن آخر يتكلمان أعتقد أنه الأحداث الأخيرة التي حدثت وخصوصا قضية تعود الدولار وبعض الاتفاق على الخطط اللي يمكن أن نتعامل بها مع الأزمات الحالية يعني جعلت الأخ باسم كعضو مجلس نواب مسؤول يعني أمام مواطني ومسؤول أمام أهله وهو يرى هذه المصاعب التي يعيشها المجتمع وخصوصا يعني هذه الفترة فتاة الإسبوعين ونكبة صعود الدولار والضغط الاقتصادي الذي تعرض له المواطن فيرى الأخ باسم يرى أن هذه القضية عادت نفس ما كانت سابقا يعني وإنت شون تشوفوها أستاذ